قال علماء التربية في هذه النقطة إن شاء الله من الخطأ تكليف الطفل اسمع كده حضرتك من الخطأ تكليف الطفل بأعمال فوق قدرته بأعمال فوق قدرته تبدأها يؤدي إلى إيه إلى أمرين أو إلى يعني نقطتين من أخطر ما يمكن في حياة الطفل لو كلفنا الطفل بأعمال فوق قدرته يؤدي ذلك وحتما إلى الفشل ثم إلى الإخفاق مش هيقدر يكمل معك طيب كثير أوي جدا من الأباء والأمهات يعني لا يراعي هذه المسألة ويرهق الولد في مسألة المرحلة التعليمية واكتب الواجب واعد زاكر وما تخرجش إلا ما تعمل وتعمل وتعمل فوق قدرته طيب داها يؤثر عليه بأي زي ما قلت لحضرتك بالفشل بالفشل مش في أمر المذاكرة بس لا بفشل في حياته كلها ليه؟ لأنك عودت على أنه يتحمل فوق ما يطيق غلط ودي مش تربية سليمة وعملوا عليها أبحاث ودراسات في دول الغرب الكافر أو حتى الشرق الملحد أو الله اتضح أن الأولاد لما يتسبهم لقدرتهم قدرتهم بتؤدي دايما إلى النجاح الباهر والتفوق ورجحة العقل وعزوبة اللسان والإقبال على حياة والناس أما إخفاقه في أنه يتحمل أكثر مما يطيق لحتما نلابد المسألتين دولا حاجة محدش يرضاه أبدا لا لعيانه ولا لأبناء المسلمين فبقول لكل من تحت يديه أولاد للتربية أو للتوجيه والتعليم التربية يبقى الأباء والأمهات التوجيه والتعليم على المعلمين بقول نتق الله ونراعي عدم تحمل الطفل أكثر مما يطيق إذا كان الحيوان مش حتى الإنسان لو حملته أكثر مما يطيق والله يئن ويتعب حتى إني دهب من الدواب دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اللي هي الناقة جمل ودخل وبرك على ركبتيه وانحنى على أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو يشكو من إيه أن صاحبه يكلفه أكثر مما يطيق ويجيعه كمان يعني يعني لا يقدم له الطعام في وقته أو الطعام الكافي أهدى الحيوان فما ظنك بالإنسان اللي هو روح ودم وحياة تعمل إيه وده ابنك ابنك اللي محدش هيحبه في الدنيا أدي منك ابنك يا أخت المسلمة اللي محدش في الدنيا أحن عليه منك أنت إلا خالقه سبحانه وتعالى فلا نكلفهم أكثر مما يطيقه ولا نرهقهم في المسألة التعليمية أو حتى في أمور في البيت منزلية إنما سيب الولد على أد قدراته ويلعب عادي ويمارس باللعب تب اللعب ده يؤدي إليه هتجلنا نقطة إن شاء الله وأتكلم مع حضرتك فيها وما تزعلش أبدا أبدا لو قلت لك أني والله الأطفال اللي بيرعبوا ويمرحوا ومعهم أباء يعني بابتسامة وكلمة حلوة ما شاء الله تفوقوا في جميع مجال الحياة دي النقطة الأولى اللي عايز أركز عليها إن شاء الله والنقاط التالية تأتي تباعا إن شاء الله بعد ما نسمع أبنائنا خطواء المستقبل